رهان القراء هواية المطالعة كل نهار 3 وخميس على الحياة أثم رهان القراء مستمعي إذاعة الحياة من القيروان مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي رهان القراء هذا البرنامج الموصول بمسابقة وطنية في المطالعة مسابقة رهان القراء هذه المسابقة الموجهة إلى تلميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية وتلميذ المعهد وإن شاء الله في قادم الدورات توجه إلى طلبة الجامعات وعامة القراء حصتنا اليوم حصة متميزة حصة خاصة سنعرض فيها عملا سرديا لتلميذة تلميذة عمرها خمسة ابتدائية تكتبوا إذا طالعت كثيرا وبدأت تكتبوا قليلا ولكن بخطا ثابتا استضفنا لتفاعلي مع هذا العمل السردي الذي أنجزته التلميذة المذكورة إسلام مجول سنة خمسة ابتدائي من مدرسة الحرية بسليانة استضفنا الأستاذة حليمة بوعلاجة أستاذة عسلام أهلا وسهلا سعى المجيد مرحبا بك وشكرا على هذه الدعوة التي تشرفت بها شكرا لإذاعة الحياة فام التي تبص فينا ضمن جديدا للحياة شكرا جزيلا إذا نحن نشكر حضورك اليوم ونشكر مساندتك لفعل القراءة المساندة غير المشروطة المعروفة بوصفك أستاذة وبوصفك مبدعة شاعرة إذن اليوم سنعرض عليك عملا سرديا من تأليف تلميذة خمسة ابتدائي منخرطة في مسابقة رهن القراءة طالعت كثيرا وانخرطت في فعل الكتابة إذن معا التلميذة إسلام مجول في نص بعنوان أحب كل المدن أحب كل المدن في ليلة القر الدهمي لبد الظلام يتفزر ويتمزق برد السكون والليل نيمت المدينة منقبضة في بردها الأسود الحالك تظم إليها مقصورة الغائب في أبعاد النوم وركن المسبحي باسم اللطيف ومكتب القائمة إلى أوراقها وقنجيلها عقصت سلوى شعرها وكبحت أمام باب غرفة والجها وقد رنت ببصرها إلى أمها قائلة أدركيني يا أماه فقد أثقل الكراجة فنية فأجابتها أمها حانقة كفيك دلالا يا سلوى ويممي غرفتك وناني فردت عليها سلوى بكل برودة لقد غيرت رأي أريد الذهاب إلى الملاي ازداد غضب الأمي فحمرت وجنتها لغباء ابنتها ولكن في الحقيقة لم تكن سلوى غبية بل كانت صغيرة وشديدة الدلال أيضا أخفت الأم غضبها بابتسامة عريضة مصطناعة قائلة لقد ادلهمت الدنيا يا عزيزتي وقد نعمت المدينة منقبضة في بردها الأسودي يا عزيزتي ولكنك قد أبيت النوم وأردت الذهاب إلى الملاي ولكن الوقت الآن متأخر نكست سلوى رأسها حزينة وأجابت أمها وقد تنغصت فرحتها وما هي المدينة؟ فقالت الأم إنها تضم أناسا كثيرين وتؤمن لهم المأكلة والمأوى سيد الصموت بين الأم والابنت ولكن سرعان ما قطعت الأم هذا الصمت قائلة لقد نيمت المدينة تحظن ابنائها جميعا ولا يتجد ذيقا مثلما حضنت أجيالا قبلهم وأجيالا فردت سلوى ضحيكة بيشة إذن أنا أحب كل المدن إذن أنا أحب كل المدن هذا هو النص الذي كتبته الطفلة إذن طفلة سنة خامسة ابتدائية تكتب بهذه اللغة وبهذا الخيال وبهذا الوصف مستمعين الكرام نخرج فاصل غناء ثم نعود للتفاعل مع هذا النص مع ضيفتنا في الأستوديو الأستاذة حليمة بوعلاج فاصل غنائي ثم نعود إذن كنا مع لطفي بوشناق في علمني سيدي والسياق وسياق التعلم وسياق المعرفة سياق المطالعة والكتابة مستمعين الكرام نعود إلى الأستوديو مع ضيفتنا الأستاذة حليمة بوعلاج في تفاعل مع نص أنجات تلميذة عمرها خمسة سنين هي التلميذة إسلام مجول النص كان بعنوان أحب كل المدن أستاذ حليمة استمعت إلى هذه البنية وهي تقرأ علينا نصها بتلك الطلاقة وبتلك الروعة ماذا تقولين ما هي انتباعاتك حول هذا العمل دعني أولا أحيي كل من كان سببا في مسابقة رهان القراء لأنه لو لا هذه المسابقة لما اكتشفنا مثل هذه المواهب النادرة فعلا أنا أعتبر أن الطفلة إسلام مجول هي من الغنائم التي فاز بها رهان القراء يعني تلميذة في سنة خامسة ابتدائي لا تكتب فقط بهذه الروعة وإنما تتقن آداء ما تكتب لأن الإسلام مجول قدرة على الأداء وقدرة لغوية فائقة ما شاء الله هي متمكنة من اللغة نحوا وصرفا هذا إلى جانب أنها متمكنة كذلك من مخارج الحروف ومن القراءة إلى جانب صوتها الملائكي الجميل أنا سعيدة جدا بما استمعت إليه أشعر مع إسلام مجول فعلا أنني أحلق في عوالم من جمال فمن خلال إذاعة الحياة أفهم أحيي هذه البنت وأحيي كل من كان سببا في أن أستمع إليها وأن يستمع إليها مستمع إذاعة الحياة تفهم التي تضخ فينا دائما دماء الحياة هكذا دائما أشكر هذه الإذاعة حتى وأنا أستمع إليها في مطبخي شكرا شكرا جنة أستاذة حليمة أبو علاجة الشكر لكم الشكر للمربين الشكر للمعلمين الشكر للأساتذة الشكر للأولياء الشكر أيضا لأطفالنا لأطفالنا الذين تجاوبوا مع مسابقة إرهان القراء بتأثير من المعلمين وأمناء المكتبات والأولياء ومختلف مكونات الأسرة التي تحف بالمتعلم سواء في البيت أو في المدرسة أو في الشارع هم أبناؤنا هم ذخروا هذا الوطن وهم مستقبلوا إسلام ماجهول فعلا أبدعت أنا أصل هذا العمل أستاذ حليمة بأهمية ما نتقبل بأهمية المتعلعة لأن النص الذي نكتبه إنما هو في الحقيقة هو سليل نصوص مما تقبلنا مما طلعنا نهيك أن الإسلام ماجهول كانت قد أخبرتنا بأمر هذا الأمر متمثل في كونها طالعت مئات القصص حتى أنها كادت تأتي على كل قصص الأطفال في المكتبة الجهوية المجاورة لمنزلهم هذا ما قالت وهذا ما تجلأ في محاورتنا في محاورتنا معها سابقا في هذا الأستوديو والنص الذي أنتجته وهو نص من نصوص عديدة دليل على ما كنت أقول ما رأيك في الصراء اللغوي في ملفوظية هذه البنت نعم إذن من خلال ما استمعت إلي أنا أحيي كثيرا كما قلت هذه البنت وكل من كان سببا حتى تصل هذه البنت وغيرها من الأطفال إلى هذا المستوى في زمن لحقيقة كثيرا ما نطرح في قضية الطفل والتكنولوجيا الحديثة التي انتزعت من أطفالنا والتي سرقت منهم طفولتهم كذلك وأبعدتهم عن عالم الواقع وربما أسهمت أحيانا حتى في ضعف النتائج المدرسية ولكن ما زال هناك الكثير من الأطفال يحسنون استثمار هذه التكنولوجيا أو ربما لا يتعاملون معها كثيرا وهذا سبب ربما الذي جعل هذه الطفلة إسلام مجول يعني على هذا المستوى العالي وعلى هذه القدرة اللغوية وتحسن استثمار مكتسباتها من خلال ما أشرت إليس عدم جيد من كثرة الأثار التي اطلعت عليها وأخبرتني في الكواليس حتى أنها اطلعت على بعض الكتب الكبيرة مثل حدث أبو هريرة قال وغيرها من الأثار التي ربما هي قفزت إلى كتب الكبار وهذا جيد لما ستفهمها على قدر سنها وقدراتها العقلية لذلك كان المعجم في هذه فيما استمعنا إليه كان معجما ثريا فعلا يعني ينم عن قدرات أدبية ولغوية ما شاء الله ويعكس فعلا يعني أن هذه البنت تحسن استثمار ما قرأته وما طالعته نحيي فيها ذلك وندعو كل الأطفال للنسج على منوالها وحتى نعيد للكتاب رونقه ونعود لصديقة الكتاب لنتخذ من الكتاب صديقا في عصر للأسف شديد يعني نرى فيه عزوفا كبيرا عن المطالعة ونحن نعاني حتى وأنا أدرس في المدرسة الإعدادية نعاني كثيرا من عزوف التلميذ عن المطالعة وعن حصة المطالعة إذن من خلال مثل هذه المسابقات قد نبعث حياة جديدة في الطفل وقد نجعله ينفتح على نوافذ جديدة ونجدد فيه أو نبعث فيه حب الكتاب وحب المطالعة مثل ما رأينا هذه البنت وأكيد أن غيرها كثير ونحن استمعنا في رهان القراء إلى العديد من المواهب الأدبية التي نحييها ونشد على أستاذ أبو علاج ألا تجدين في هذا النص رسالة؟ هذا مؤكد خاصة سواء كان من خلال العنوان أو من خلال الخاتمة أحب كل المدن هذه الرسالة يمكن أن تؤلف فيها كتب كثيرة أحب كل المدن وهذا التعميم كل المدن من خلال هذه الجملة الفعلية البسيطة هناك رسالة عميقة وعميقة جدا في دعوة للحب في دعوة للنبذ الجهويات والتقسيمات الجهوية والقبلية والاختلاف عن شمال جنوب وساحة الوسط إلى غير ذلك التي صرنا نسمع بعض الأصوات التي تنادي بذلك في دعوة ربما لإحياء هذه النعرات القبلية أو الجهوية لكن إسلام مجول هذه البنت جاءت لتعلمنا معنى حب البلاد عندما قالت أحب كل المدني كأنها تقول أحب كل تونس أحب كل تونسي وكل تونسية وربما كل العالم نعم وكل إنسان هذا ما سأقول أحب الإنسانية إذن فيها دعوة للحب وفيها دعوة للسلم والتسامح وفيها دعوة ضمنية أفهمها لحب الوطني هذا إلى جانبي ربما أنني تفطنت إلى رسالة أخرى خفية من خلال هذا الحوار الذي سنعود إليه بين الأم والبنت هي دعوة إلى كيفية التعامل مع الطفل عندما أخفت الأم غضبها وحاولت أن تتمالك نفسها وأن ترسم ابتسامة ولو كانت مزيفة على شفتيها حتى تحسن التعامل مع ابنتها لأن الطفل يحتاج إلى من يستمع إليه إلى من يفهمه إلى من يتحاور معه لأن الطفلة التي كنا نستمع إليه سواء كانت إسلامجو الأوطني